سلوى السعودية لإلغاء الحدود البرية بين مملكة العربية السعودية وقطر تم النهاردة كشف النقاب بعض وسائل إعلام السعودية كلمت على الترتيبات اللي جاية انه فيه تحالف مصري سعودي إماراتي لإنشاء هذه القناة وقالوا انه هذا المشروع اللي تم الإعلان عنه خلال الأام الماضية نتيجة تحالف مصري سعودي إماراتي لإتمام إنجاز المشروع وإنجاز حفرة هذه القناة خلال ده على موقع صد البلد زي ما حكوا شايفين كده خلال سنة خلال سنة وهذا المشروع سيتم تمويله بالكامل من مؤسسات سعودية وإماراتية استثمارية قطاع خاص يعني السيادة كاملة للمملكة العربية السعودية تتولى شركات مصرية شركات مصرية رائدة في مجال الحفر حفر قناة السويس اللي سكننا منتكلم عليها في التقرير الأمريكي هي اللي هتتولى حفر هذا المشروع حفر القناة السعودية الجديدة قناة سلوى وإنه التحالف السلاسي أيضا بيرغب أنه يتم الاستفادة من الخبرات المصرية في حفر قناة السويس خلال سنة والتقرير كشف على أنه بدأت السعودية بالفعل في الإجراءات وصحيفة سبق السعودية النهاردة كشفت أن قوات حرص الحدود السعودية استلمت النهاردة موقع منفذ سلوى ده المنفذ الوحيد البري ما بين السعودية وقطر واللي أغلق هذا المنفذ منذ 5 يونيو الماضي يوم المقاطعة من مصر السعودية لإمارات البحرين مع النظام القطري الإرهابي وصحيفة سبق سبق زي ما حالك شايفين هي اللي بتتكلم أنه حرص الحدود السعودي تسلم منفذ سلوى بالكامل تنفيذا أو تمهيدا لتنفيذ مشروع القناة البحرية ودي صور زي ما قالوا سبق السعودية صحيفة سبق السعودية أنها صور حصرية للقوات قوات حرص الحدود السعودية وقالوا أنه استلموا هذا المكان تمهيدا لبدء الإجراءات وهذا المشروع الذي يكون على طول الحدود السعودية القطرية بطول ستين كيلو مترا من سلوى إلى خور العديد اللي هينفذه التحالف السلاسي الخاص مصر السعودية الإمارات وأنه جه بعد دراسة كاملة استمرت فترة طويلة واتخذ القرار أنه بدء حفر هذه القناة اللي هتفصل وتحول قطر زي ما قلنا إلى جزيرة بدل مكان الدولة أصبحت قطر هي جزيرة بعد هذا المشروع أعجب أقول لحضراتكم لم يصدر حتى اليوم أي تعليق قطري وأنا أقول لكم ليه قطر رسميا لم تعلق على هذا الأمر اللي علق بعض الإعلام أو بعض الإعلام أو أزرع الإعلام القطرية بتاعة النظام اللي بيتكلم باسم النظام القطري بتشوفهم ببعض الإعلام كده بيطلعوا يتكلموا بيهرتلوا ما عندهمش معلومات ولكن مرعبين أنا بقول لكم داخل قطر مرعبين يوم المقاطعة كارثة ويوم الإعلان والحفر كارثة أخرى على قطر زي ما قلت حضراتكم هيحول قطر إلى جزيرة ويكون علاقتهم بالمملكة خلاص ما بقاش فيه أي علاقة ولا أي يعني إجراءات تعود كما كانت قبل خمسة يونيون يعني ده كمان بيغلق أي إجراءات سيبكوا بقى حاكم قطر رايح قمة العربية ده أمر دبلوماسي وأمر يتعلق بالقمة ومساق الجامعة العربية وما ينفعش إنك حتى لو فيه مقاطعة هيروح وزي ما راح زي ما رجع يعني بس نبقى عارفين يعني ترجمة نانسي قنقر